هو وسائل إعلام أمريكية في دائرة المسائلة بعد 15 عاما من غزو العراق حيث أثير مؤخرا ملف ما سمي بمروجي الحرب على العراق وذلك مع اقتراب الذكرى الخامسة عشرة لاحتلال البلاد من قبل الولايات المتحدة وحلفائها مركز بحوث العولمة الدولي وعبر مقال نشره الصحفي الأمريكي أنتوني فريدا طالب بتقديم شبكة الإعلام الأمريكية CNN وشبكة فوكس نيوز وصحيفة نيويورك بوست وغيرها من الصحفي ووسائل الإعلام الكبرى في البلاد إلى المحاكمة بتهمة نشر الأكاذيب التي قادت إلى غزو العراقي وتدميره فعملية الحرية من أجل العراق التي أطلقها الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش لم تعد بالنفع إلا على كبريات شركات النفط العالمية التي وضعت يدها على أهم ثروات العراق حقيقة تتناقض تماما مع ما روجته وسائل الإعلام الأمريكية والبريطانية على حد سوى المنصات الإعلامية الأمريكية المشار إليها في تقرير مركز بحوث العولمة لعبت دورا محوريا في شرعنة احتلال العراق بتشكيلها رأيا عاما عالميا تم إقناعه بأن العراق يشكل خطرا على الأمن العالمي مثل امتلاكه أسلحة دمار شامل وتحالف النظام العراقي السابق مع تنظيم القاعدة أنذاك ادعاءات سرعان ما ثبت بطلانها إبان سنوات الغزو الأولى ويقول المركز إن الإعلام البديل أو المناهض لعب دوره في فطح أكاذيب غزو العراق وتفنيد الدعاءات المروجين لتلك الشائعات والتي كان من نتائجها سرقة ثروات العراق وقتل مئات الآلاف من مواطنيه وتشريد الملايين منهم وتقويض سيادته ورهن حقوله النفطية لكبريات الشركات العالمية التي شجعت هي الأخرى على اجتياح العراق بدوافع اقتصادية لكن الأهم برأي كثير من العراقيين هو تقديم قادة حرب العراق إلى المحاكمة لا سيما بعد اعترافهم عبر مذكرات خاصة نشرت على وسائل الإعلام بأن خطر العراق على السلم العالمي هو محض افتراء ليس أكثر